بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل في هذه المحاضرة أملية إزاي أطبق ريونالدس ترانس بورت سيريم عشان أشتق الماس كونسيربيشن إكويشن أو ما نطق عليه الكونتينيوتي إكويشن يبقى الماس كونسيربيشن إكويشن أو اللي احنا بنسميها الكونتينيوتي إكويشن الماس كونسيربيشن إكويشن أو الكونتينيوتي إكويشن لها صورتين الصورة التكاملية الأولى نشتقها وهستخدمه باستخدام ريونالدسترانسو بورتيسين ريونالدسترانسو بورتيسين زي ما احنا اخدناه بتقول db by dt تساوي التكامل السلاسي partial by partial t ru b dv زائد التكامل ru b v d a فالخاصية عندي كابتال b بتساوي m يبقى الاسمول b بتساوي m مع الام بتساوي 1 هبتدي اشيل كل كابتال b وحط m وكل سمول b وحط 1 يبقى dm by dt بتساوي 0 بتساوي تكامل يبقى db احط هنا بواحد زائد التكامل على الكنترول surface ru v اللي بتتحط بواحد مع اعتبار لما اجا طبق المعادلة اللي نيلت لكس اشارته سالبة يبقى المعادلة اللي موجودة قدامي دي اللي احنا شايفانها دي هي صورة mass conservation equation integral form for unsteady compressible flow وطبعا الصرايان بهذه الحالة صرايان complicated طب وكا فيرس كورس بيكون صعب لدراسه كا فيرس كورس بيتدي مبسط الصرايان طب اذا طبقها على شوط الصرايان الابسط steady flow على سبيل المثال يبقى في حالة اللي steady flow التكامل سوري البرشل بي برشل تي بيساوي صفر لنتغير الخاصية مع زيما بيساوي صفر اصبح الترم ده بكام بصفر يتصبح المعادلة عندي بالشكل ده يبقى فورس steady flow زيره بتساوي تكامل رو في دي اي لو انا كملت هذه المعادلة هتبقى رو في اي بتساوي كونسط اللي هو معدل الصرايان سابت خلال اي مقطع اذا كان الصرايان مستقر طب ازاي اطبق هذه المعادلة لو سيستم دي اختار كونترول فوليوم عند الخروج هيبقى رو في اتنين مناها هيقول ان رو بي واحد بي واحد بي ساوي رو اتنين معناها معدل الصرايان سابت عندي وبالتالي بقول ان هذا الصرايان رو بي ساوي الماس في الوريت وحدات كيلو جرام بير ساكن لو الصرايان ان كومبريسوبل يعني رو سابت بقى استخدم الفوليوم في يبقى ده الصورة التكاملية لل السرايان او لمعادلة ال continuity equation طب الصورة التفاضلية بجيبها منين بجيب الصورة التفاضلية باستخدام نظرية من الرياضيات اسم اللي بتحول التكامل السناي الى تكامل سلاسي وببتدي اعوض يبقى تكامل السناي برشا الرو في دي ايه بيساوي التكامل لل زائد التفاضل الدلة فيتجاه الوا زائد التفاضل الدلة فيتجاه الز يبقى الصورة اللي قدام الكمباكت بتاعتنا لماس كونسيربيشن equation والصورة التفاضلية زيروا بتصوى بارشل رو بي بارشل تي زائد الدايبيرجن بتاع الرو في الفي لو حبيت اشيل الدايبيرجن وهو اعوض عنها يطلع للصورة اللي تحت عندي ودي الصورة بتاعت الماس كونسيربيشن اكوشن بتقول اني زائد بارشل رو بي بارشل زائد بارشل رو بي بارشل وي زائد بارشل ودي صورة الماس كونسيربيشن اكوشن ديفرينشل فورم بصريان سري ديمينشن انستيدي كومبريسيبول فلو علشان نبسط هذه الصورة لو أنا عندي صريان بدل مكان انستيدي اصبح استيدي يبقى التغير مع الزمن بصفر تصبح المعادلة بالشكل اللي قدامنا ده طب لو سريان استيدي وين كومبريسيبول وثري ديمينشن يبقى رو عشان انكمبريسيبول سابتة تطلع بره علامة التفاضل وبالتالي يصبح المعادلة عندي بالشكل اللي موجود ده زائد بارشل 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 واي بارشل دابلو بارشل طب لو انا عندي استيدي وين كومبريسيبول وتو ديمينشن تصبح الصورة اللي هي الاقصر استخدام بتاعنا في الفرست كورس انه الزيرو بارشل 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 واي يبقى هذه معادلة الكون تيكوشن لسريان تو ديمينشن وهي من المعادلات المهمة جدا جدا ونشوف تطبيقاتها ان شاء الله لما نستكمل باقي المحاضرات